بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حلوين يا رب تكونوا بخير الحمد لله المعيد المبدي حمدا كثيرا وهو اهل الحمدي ثم الصلاة اولا واخرا على النبي باطنا وظاهرة صلى عليه اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الفيديو شباب هنحل ان شاء الله مع بعض اختبار رقم واحد في منهج الاحياء للصف الاول الثانوي الترم التاني ناشي اختبار يا ولاد شامل على الفصل الاول بالكامل ركز معاك واز جدا جدا اسئلة في الجون هتلملك الفصل ان شاء الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله بعد دعاء المذاكرة يا رب نسألك فهم النبيين والمعايا وحفظ المرسلين والملائكة المقربين بسم الله اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزنة اذا شئت سهلا ما تنساش لو انت عاوزت تستمتع بتجربة الكورس بالكامل حل الامسكي من كتاب الانتحان وحل المقالة وحل اسئلة مستوى التفكير العليا وحل كمان الشوامل على الفصول يبقى لازم تيجي معانا على المنصة وكمان فيه واجبات وكوزات وليلا جمدة جدا جدا اي حد مشترك في المنصة يقدر يقولك الكلام ده في الكومنتات فيلا بينا والسؤال الاول بسم الله الرحمن الرحيم اي من مالي لا يمكن ركز يا ولا لا يمكن يا ولاد دراسة الصبغيات من خلاله دكتور بالراحة معلش كده هو يعني ايه صبغيات لا استنى جما احنا قلنا في المقدمة بتاعتنا ان كلمة صبغيات هي هي اولاد الكوروموسومات طيب لماذا سميت الكوروموسومات بالصبغيات قال لك اصل لما تيجي حضرتك تدرس الخلية عشان تشوفها اوضح تحت المايكروسكوب بتحط لها صبغات والكوروموسومات يا ولاد بتاخد الصبغة بتتلون بالصبغة عشان كده سموها صبغيات دي اول حاجة طيب بقول لك بقى ركز جماعة من قواعد الحل معانا ان يا دكتورة كلمة لا هي فخة يا ولاد في السؤال هي فخة في قلب السؤال خلي بالك منه انت ممكن تكرق السؤال عدى جدا واول ما تلمح اجابة صحة ام اخي ده غلط جماعة السؤال اللي ازا ده بيكون فيه تلات اجابات صح واحدة غلط عارفوا عايزي عايز الغلط ليه لان بقول لك لا يمكن ركز بقى لا يمكن دراسة الصبغيات يعني يا دكتور الكوروموسومات من خلاله بسم الله كوريات الدم البيضاء والله دكتور كوريات الدم البيضاء دي عبارة عن خلايا عادي جدا عندها نواة تقدر تدرس الصبغات في قلبها في الانسان يعني يا دكتور ممكن تجيب خلايا من خلايا الدم البيضاء تفحصها تبص في النواة بتاعتها تشوف الكوروموسومات عادي طيب الخلايا العصبي والله دكتور الخلايا العصبي عاملة كده عندها ولاد راس عادي جدا ومحور وتفرعات ماشي نهائية وزوائد شجيرية ونواة يعني عندها دكتور نواة دي ايه؟ فقدر ادرس الكوروموسومات من خلالها فش مشكلة طيب خلايا الجلد يا دكتور خلايا الجسدية فيها نواة فيها ستة واربعين كرموسوم اقدر ادرس من خلال خلال جلد عادي لكن ياولاد قريات الدم الحمراء البالغة دي يا جماعة بيسموها يعني ايه يعني جماعة ما فيهاش نواة هي قرات ياولاد بلا انوية لا تنقسم ولا تتضعف ولا اي حاجة ليه لانها دكتور لا تحتوي على نواة طيب هو حضرتك خلية في خلال انسان او الحيوان ما فيهاش ياولاد نواة اقدر ادرس جواها الكرموسومات لا استحالة يبقى جماعة جبتي هتكون رقم جيم اجابة صحيحة وانا دكتورة متأكد من اجاباتي مليون في المية لاني عديت على كل الاجابات وعرفت ان فيه تلاتة ماينفعوش واحدة بس اللي تنفع معايا خارج من الامتحان ان شاء الله برنس واصق في نفسك ما تغلطش وتقفل الامتحان بامر الله طيب الشكل المقابل يوضح الترز الكرموسومي اللي خلية في جسم الانسان ماشي يا دكتور ده جماعة طرز كرموسومي للانسان قال للانسان اعرف ازاي والله حضرتك الانسان محتوى الجيني ستة واربعين كرموسوم مرتبين يا دكتورة فيه الطرز الكرموسومي فيه تلاتة وعشرين زوج من الكرموسومات ماشي والطرز الكرموسومي حضرتك عبارة عن ترتيب ازواج الكرموسومات ترتيب تنازلي حسب حجمها من الكبير لحد الصغير ولكن حضرتك فيه حد بره القعدة فيه يا دكتور اكسبشن او استثناء ان زوج الكرموسومات الجنسي يخرج بره القعدة ده جماعة بيوضع فيه رقم تلاتة وعشرين ولكن حجمه الاساسي مش هنا حجمه الاساسي يا ولاد او حجمه الاصل اللي المفروض يتحط فيه مكانه الطبيعي بين سبعة وبين تمانية يعني يا دكتور سبعة اكبر منه وهو نفسه اكبر من تمانية وتمانية اصغر منه فهم حاجة طيب بص يا دكتور قال لك والله ده بتاع انسان يا طرق يا دكتور هذا الطرز الكرموسومي ليه حيوان منوي ولا بويضة ولا خلية في جلد ذكر ولا خلية في معدة انسة السؤال يا جماعة حضرتك لما بتشوف طرز الكرموسومي بتسأل نفسك سؤالين اول سؤال يا ولاد هو الطرز الكرموسومي ده لخلية جسدية ولا خلية جنسية تفرق طبعا ينهر ابيض تفرق جدا يا ولاد تركز يا دكتور اعرف ازاي قال لك والله لو لقيت الكرموسومات في ازواج يعني يا دكتور في مجموعتين من المادة الوراسية يعني يا ولاد اتنين نون بقى انا في خلية جسدية لو لقيت الكرموسومات افراد يا شباب يعني مجموعة واحدة يا جماعة نون يبقى حضرتك في خلية جنسية طيب هنا اولاد يا دكتور هو زوج من الكرموسومات كل واحد جنبه اخوه صح كده حلو جدا جدا يبقى يا دكتور دي خلية جسدية اولاد اتنين نون فيها ستة واربعين كروموسوم صح كده ممتاز طيب كده انا هستبعد كل الخلال جنسية تعال كده والله يا دكتور حيوم انا واستبعده بويضة استبعدها لكن معي خلية في الجلد لانها اتنين نون ومعي خلية في المعدة لانها برضو اتنين نون بس السؤال يا ولاد السؤال رقم اتنين بقى انا كده عرفت يا دكترها خلية جسدية ولا جنسية تمام استبعد تألف وبقى ومن قواعد الحل مع دكتر محمد ايمن استبعاد الاجابات الخاطئة يساعدك في حل السؤال ويديك نص الدرجة مش بالمعنى الحرفي ولكن بيساعدك انك تاخد الدرجة ان شاء الله ركز معي شباب بصوا حلوية دلوقتي اولاد لو انا عايز اعرف ده بتاع ذكر ولا انثى اعمل ايه سهلة بصيلي على زوج الكروموسومات انهين يا دكتورة الجنسية طبعا لان حضرتك في الذكر هيبقى زوج الكروموسومات الجنسية اولاد اكس واي صغير لكن في الانثة هيكونوا اكس اكس اللي اتنين كبار وطوال ماشي كده تعال يا دكتور بصوا كده حضرتك هتلاقي اولاد رقم تراتة عشرين زوج من الكروموسومات المتماثلة وده جماعة سوال امس كيو بيجي تاني يقول لك يا دكتورة زوج الكروموسومات الجنسية يكون متماسل في الزكرة اللي في الانثة في الانثة لان وجماعة في الانثة اكس اكس قد بعض بالزبط اما يرد في الزكر بيكون اكس طويل واي صغير يا ولاد يبقى دكتورة ده عبارة عن ترس كروموسومي لانثة الانسان يبقى اولاد خلية في معدة انثة تمام معدة حضرتك عشان دي خلية جسدية وانثة عشان عندها اكس اكس تمام ممتاز طيب بسم الله ادرس الاشكال التالية ثم اجيب تعال يا دكتورة ندرس بسم الله الشكل الاول يا ولاد عبارة عن ترس كروموسومي ماشي واضح انه لانسان خلاص ليه لان عنده تلاتة وعشرين زوج يعني يا دكتور ستة واربعين كروموسوم دي انه يا ولاد خلاص فده دكتورة اتنين نم بتوع انسان خلية جسدي ادي اول سؤال ذكر ولا انثة بص على الاخير اتنين طوال يبقى دكتور ده ترس كروموسومي لانثة الانسان ليه عندها اكس اكس طب تعالى ده دكتور نفس الكلام بس يا ولاد برضه اكس اكس انثة طب تعالى نفس الكلام اكس اكس انثة قال له ده يا دكتور كده بقى فيه اختلافات صح اه في اختلافات بص حضرتك لما يجي لك حاجة زي كده معلش يبدأ اعدي على كل الكروموسومات وقارن ببعضها تعال كده الزجرة كم واحد زي الزجرة كم واحد زي الزجرة كم واحد واتنين زي اتنين زي اتنين تلاتة زي تلاتة زي تلاتة اربعة وخمسة زي اربعة وخمسة زي اربعة وخمسة زي اربعة وخمسة ماشي الحد الان يا دكتور ما فيش اي خلاف ستة سبع تمنية تسعة عشرة ستة سبعة تمنية تسعة عشر لا استنى ده يا دكتور هنا تسعة زي بعض يا ولاد متماسلين اخواتي يا دكتور زي بعض بس يا جماعة هنا في الشكل اتنين زوج الكروموسومات رقم تسعة مختلفين عن بعض ودي مشكلة اد يا دكتور اول مشكلة قبل اتنين خلاص هنا ستة سبعة تمانية تسعة عشر دول تمام مشكلة. خلاص طب تعال. حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر. حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر. حداشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمستاشر. زي ما هم. فيش مشكلة. طب كمل كده. ستاشر سبعتاشر تمنتاشر. ستاشر سبعتاشر تمنتاشر. ستاشر سبعتاشر تمنتاشر. ما عنديش مشكلة. حلو خالص. طيب. ركز بقى. تسعتاشر عشرين واحد عشرين اتنين وعشرين. تسعتاشر عشرين فيها مشكلة. ايه المشكلة? شايف حضرتك الزوج هنا يا دكتور قد بعضه? عشرين يا ولاد. لكن يا جماعة هنا واحد طويل واحد قصير. فدكتور دي فيها مشكلة. الزوج غير متماثل. طيب هنا جماعة تسعتاشر عشرين. واحد وعشرين فيها يا ولاد كروموسوم واحد فقط. وليس زوج. ما عندوش الاخ بتاعه. تمام? يبقى دكتور هنا في كروموسوم يا ولاد فردي. في الشكل واحد. تمام? يبقى جماعة لحد الان الترز الكروموسومي السليم بتاع الانثة رقم كام? رقم تلاتة. صح كده? حلو. تعال بقى. اي من ما يا ولاد يمثل الترز الكروموسومي لانثة انسان طبيعية? حضرتك دي طبيعية? لأ. لان يا دكتور هنا في مشاكل في الكروموسومات مزيزة بعض وكذلك هنا في الزوج رقم تسعة والزوج رقم عشرين. وهنا يا دكتور رقم واحد وعشرين واحد بس معهوش اخوه. تمام? حلو. يبقى الدكتور الطبيعي هو رقم تلاتة. ماشي. اي من ما يا ولاد? تظهر بعض الكروموسومات في ازواج غير متمثل. يعني ايه? يعني يا دكتور مش قد بعض واحد طويل واحد قصير. فين? في رقم اتنين اهو. اهو. زوج عشرين والزوج تسعة. صح كده? يبقى يا دكتور رقم اتنين. اكتب جنبها كده عشان لما تيجي تراجع ان شاء الله بعد كده. الزوج رقم تسعة والزوج رقم عشرين. ماشي? خليك برنسة كده عشان ما تحنكش في الانتحانات دي بالذات يا شباب. اخر السنة ممكن تعدي علم تبص عليهم. وتشوف انت كنت غلطان في ايه? فارجوك ما تحنكش. يعني اللي انت عاوز تبص عليه بعد كده والاسئلة الكويسة. مسلا المبتاع المتفاوكين اللي جنبها على مادي. اكتبها كويس ونظمها واكتب تفسير السؤال جنبه. يعني اي سؤال حضرتك ما كنتش عارفه. اكتب تفسير السؤال جنبه. والله يا شباب والله والله والله. اللي كان بيخليني متماس جدا جدا. وانا في سنة عامة ان انا كنت اللي بغلط فيه بتعلم منه بشكل كبير جدا. كان معايا كشكول كده اسمه كشكول الصعاب. اي سؤال بيقف قدامي سعب بكتبه فيه. السؤال اللي قف قدامي في الكتاب وبغلط فيه. ما كونش حله صح. بعلم عليه علامة. وفسره كويس جدا جدا جدا. ومركره بالقلم. المركر كده. وارجع له تاني بعد شهر بعد شهرين. فاخر الترم برختي بقى. بس المهم انك معلمه عشان ترجع له تاني. ممكن نيجي في الامتحان بالنص وتفتكر انك كنت غلطا فيه وتحله غلط. ليه? عشان ما رجعتش عليه. خلاص? طيب. خمسة. اي ممالي ولادي يحتوي على اقل عدد من الكروموسومات. اه استنى. مهي دكتور المفروض ده فيه ستة واربعين. وكزلك ده ستة واربعين. وكزلك ده ستة واربعين. بس امتى? لو كل زوج كامل. لكن يا جماعة في رقم واحد شاف حضرتك الزوج رقم واحد وعشرين. في واحد بس يا ولاد من واقس واحد يعني يا دكتور هنا في خمسة واربعين. يبقى يا جماعة اقل عدد كروموسومات في الشكل رقم واحد. ها نكتبه يا ولاد. لان الزوج رقم واحد وعشرين. ينقص او ينقصه كروموسوم. تمام? ممتاز جدا جدا جدا. السؤال السادس. بسم اهو. لا فخ يا دكتور. انت محتاج تختار الغلط مش الصح. ماشي? لا ينطبق على اهمية دراسة الترز الكروموسومي عند الانسان. تعال. معلش هتري من تحت الفوق. التنبؤ بالحالات غير الطبعية طبعا. بصوا كده. حضرتك لما بصت هنا. ادركت وعرفت ان هنا في حاجة مش طبعية. صح كده? اه. ان يا دكتور عندي زوج مش مزبوط. وكزلك هنا. زوج مش مزبوط. زوج مش مزبوط. يبقى دكتور لو في حاجة مش طبعية. من خلال دراستي ونظرتي للترز الكروموسومي يعرفها. صح? صح ممتاز. تعال. يبقى دكتور ينفع طبعا. اختارها. ما اختارهاش انا محتاج الحاجة الغلط اللي انا ماينفعشي. او التي لا تنطبق على اهمية الترز الكروموسومي. طب تعال. تحديد التغيرات العددية للصبغيات. يعني مثلا تقدر لما تبص على طرز الكروموسومي تقول لي دهو مقص واحد او زيد واحد اه اقدر. ايه الدليل اهو? اهو? خمسة واربعين. عرفتهم ازاي? لقيت يا دكتور واحد وعشرين فيها واحد بس. مفهوش اتنين. ماشي? يبقى دكتور ده برضو من الاهمية. ما اختاروش. طب تعال. تحديد التغيرات الشكلية الكروموسومات اقسم بالله صح وتعالي. مش حضرتك هنا ادركت لما بصت على الترز الكروموسومي. ان الزجرقم عشرين والزجرقم تاسعة فيهم مشاكل اه. واحد طويل واحد قصير ايوة. يبقى دكتور شكل الكروموسومات انت كده? عرفت ان في مشكلة صح? يبقى جماعة برضو. دي صح ما اختارهوش. ركز بقى تحديد الامراض الوراثية. هل يا جماعة لما نبص على الترز الكروموسومي. اقدر اقول لك الرجل ده. اه وارس من ابو كزا او من امه كزا. مقدر اقل ده يا شباب. خلاص? لان حضرتك عشان تحدد مرض وراسية لازم تدرس الجنات والقليلات والكلام اللي احنا خدناه مع من دل وغيره. يبقى يا شباب ا الف لا تنطبق على اهمية دراسة الترز الكروموسومي. طيب السؤال السابع باسم الله. اذا علمت ان جين لون الفرق. جماعة الفرق يعني الفر وشعر يو لب بتاع الفر. ماشي? الاسود في الفقران بي كابتل سائد على جين لون الفرق البني بي سمول. مسألة جماعة مهمة جدا. قال لك والله بي كابتل. سائد على بي س يعني لما قابلوا بعض يا ولاد الاسود يسود على البني فالفر يطلع لونه اسود تمام سيادة تم قانون مندل الاول وجين الذيل ركز بقى القصير تي كابتل سائد على الطويل تي سمول يعني يا دكتور تي كابتل يا ولاد ده بتاع القصير معلكش دعه هو الالك خلاص وتي سمول يا ولاد ده الجين بتاع الطول السائد هو الديل القصير مش الطويل وده جماعة وقاعد الفرد له مش طويل قوي يعني طيب اي ميل يا ولاد يمثل نسبة الافراد ذات الفراء الاسود يعني حضرتك الصفة السائدة ماشي والذيل الطويل يعني الصفة يا دكتورة المتنحية خلاص كده النتجة من التزاوج التالي بي كابتل بي سمول تي كابتل تي سمول بي كابتل بي كابتل تي سمول تي سمول بص انا ما بحبش الفزلك انا انا كمحمد اقسم بالله ما اعرف الحل اقسم بالله ما اعرف الحل ما بحبش الفهلوة يعني اشتغل اكنك تاتا تاتا واخد بلك انت تاتا تاتا برحتك خالص محدش بيجرارك معك وقتك وبرحتك على الاخر والله يا دكتور تعالى نجيب الجاميطات الفرض الاول يا ولاد يلا كده نجيب الجاميطات بي كابتل مع تي سمول اه تي كابتل يبقى دكتور بي كابتل ها تي كابتل ادي اول جاميطة طيب والبي كابتل مع تي سمول يبقى دكتور والله بي كابتل تي سمول ادي تاني جاميطة تي سمول طيب بعد كده بي سمول مع تي كابتل يبقى دكتور بي سمول تي كابتل التالتة بي سمول مع تي سمول يبقى دكتور بي سمول تي سمول الرابعة طيب كده دكتور جاميطات بتاعت ده التاني بقى عندك اختيارات التانية. لأ. خلاص. ما هي الدكتورة هكبر. تاست مثل بي كابتل تيسمو. بي كابتل تيسمو. بي كابتل تيسمو. ما عندكش اختيارات تانية. يا دكتوروه حبس. طيب. يلا دكتورة اجاوز. يا ولاد على فكرة يعني. ممكن نحطه كمان بيت كابتل تيسمو. مشكلة يعني. ممكن نحط عشرة قصةة بس كلهم نفس الحاجة. ماشي? يعني يا دكتورة كده لما يتجوز وجماعة يطلع عندي كم فرد? يطلع عندي اربعة. اربعة جامطات في واحد يبقى اربعة. طيب. لو خلتهم كمان بي كابيتل تي سمول يطلع عندك كم? تماني. عادي مش مشكلة يعني. فقشة. تعالي بسم الله. يلا نجوز كده يا ولاد. يلا دكتور اقول لي معنا. لما نجوز يا جماعة بجامطات مع بعضها يطلع علينا ايه? يلا. ده مع ده يبقى دكتور بي كابيتل بي كابيتل. تي كابيتل تي سمول. يلا اكت على طول الطرز المظهري ده عامل ازاي? اسود يا دكتور عشان بي كابيتل سائد و? ده القصير. عاشان تي كابيتل ده بتاع القصير. طيب ادي الاول يلا التاني. ده مع ده? بي كابيتل بي كابيتل ده اسود. تي سمول تي سمول ده ايه? ايه طويل اسود طويل. ماشي حاجة التالت ده مع ده يلا. بي كابتل بي سمول مع. تي كابيتل تي سمول. عمل ازاي? اسود بردو. اسود. بس قصير عشان تي كابيتل الجماعة بتاعي ايه? جيني السائد قصير. طيب الاخير مع الاخير يا ولاد. بي كابيتل. بي سمول. ها? تي سمول. اسود. طويل. تمام? طيب بص حاج. ركز بقى. وعايز بقى انت كده عملت المسألة? اي حاجة عاوزها تقدر تقولها ان شاء الله. بص يا دكتور. اي من مالي يمثل نسبة الافراد ذات الفراء الاسود والذيل الطويل. يعني يا دكتور انت عاوز الاسود الطويل. تعال. اسود قصير. لأ. مش عايزه. اسود طويل عايزه. اسود قصير مش عايزه. اسود طويل عايزه. جماعة الاسود الطويل كم في المية من النواتج? اتنين من ضمن اربعة. اتنين من ضمن اربعة. يبقى جماعة اتنين على اربعة. يبقى كم في المية يا ولاد? على الاتنين فهل واحد على الاتنين فهل الاتنين. يبقى دكتور نص يعني يا ولاد خمسين في المية. خلاص خمسين في المية. طب تعالي بقى شوف الاختيارات. ثم اتنين على تمانية ثمين اربع اتمان ستة اتمان. يا نهر ابيض ما عنديش خمسين في المية. لا عندك خمسين في المية. حضرتك لو جبت الالحزب وعملت اربعة على تمانية في المية. يطلع جماعة معك خمسين في المية. لان حضرتك على الاربعة فيها الواحد. على اربعة فيها الاتنين يطلع جماعة نص عدي جدا خمسين في المية. بقى اولادي اللي عندي هكر رقم جيم خمسين في المية. والسؤال الثامن بسم الله الرحمن الرحيم. اذا علمت ان عدد الكروموسومات في خلية من جلد الانسان. بس يا دكتور اتنين شاطر يا ولا. يسوي سي. يسوي سي. ترجم. هو بروز. وشتغل عطول. ترجم الكلام. متعودش. فكم يكون عدد الكروموسومات الجاسدية في خلية من المعدة. يا دكتور استنى. ما هو السين يعني الاتنين بكم كروموسوم بستة واربعين. تعرف تقولي التركيب الصنغي بتاع الانسان كم? اه. اربعة واربعين زائد اكس واي لو كان ذكر. واربعة واربعين زائد اكس اكس لو كانت انسة. طيب. مش دول الجاسدي? اه. ودول الجاسدي? اه. ودول الجاسدي? اه. ودول الجاسدي? اه. ودول الجاسي? اه. فدكتور جلد الانسان الزكر في كم كروموسوم الجاسدي? اربعة واربعين. هبقوا الانسة اربعة واربعين برضو. طيب. ركز بقى جماعة هم اللي اربعة واربعين قد ايه من الستة واربعين الاصليين؟ من السين يعني؟ ستة واربعين نقس اتنين؟ يبقى دكتور الجسدية وساوي الكلية ولاد نقس اتنين يبقى حضرتك سين نقس اتنين سين نقس اتنين اه ممتاز طيب ايه العبارات التالية يا شباب؟ صحيحة عن مفهوم الجين الجماعة الجين ده ايه؟ تعالوا انتشوف كده باسم الله؟ يتكون من عدد من جزائيات دي ان ايه؟ يا راجل يا راجل ده حضرتك الدي ايه؟ جماعة احنا قلنا على مناس بقى الكلام ده بالتفصيل يعني والله كزا مرة يعني? ده دكتور شريطي الدي ايه؟ ماشي؟ حضرتك عليهم كدونات يعني عبارة عن نيوكلوتو دات قالك يا دكتور الكودون بيمثل جين يبقى جماعة الدي ايه يا ولاد الواحد الشريطين عليهم مئات الجينات يبقى دكتور العكس الدي ايه يا ولد هو اللي فيه جينات مش العكس طيب يتكون من عدد من النيوكلوتو دات صح لان حضرتك الجين قد يكون واحد اثنين ثلاثة كودون. يبقى دكتور به صح. يتكون من البروتين ودي ايه يا دكتور لا اللي عبارة عن بروتين ودي ايه هو الكروموسوم يا ولاد. او الكروماتين. لان حضرتك البروتين ده هو وظيفته تكسيف الدي ايه. طب ده يا ولاد يتكون من بروتينات تحدد الصفة الوراسية? لا حضرتك ده هو اصلا اللي بيكون البروتين. ازاي? قال لك يا دكتور جين. ازاي ما قلنا يا جماعة بقى كتير جدا. بينسخ الارن ايه? والارن ايه يا ولاد? يترجم الى بروتيني. يا جماعة اللي بيكون البروتين اصلا في الاساس هو الجين. خلاص? حلو خلاص الكلام ده. ايه يا جماعة اجابتي هتكون رقم بقى? اجابة صحيحة ومتأكد من الغلط الباقي كله ما ينفعش. ممتاز. زال فل ان شاء الله باذن الله بهذه الطريقة الجميلة في الحل يا ولاد. نقفل امتحنا باذن الله? طيب. ما هي نسبة الامشاج من النوع اي كابتل بي كابتل للتركيب السبغي ايكابتل اي كابتل بي كابتل بي سمول. تعال علي. والله دكتور بي كابتل خدتها مرة ما خداش تاني. واي كابتل بي سمول خدتها مرة ما خداش تاني. طيب عايز يا حج. هم اصلا كلهم كم? احتمالية. بيسألك على واحد منهم. اي كابتل بي كابتل اهو. يبقى دكتورك كم في المية? وحضرتك احتمال من اتنين. يبقى جماعة خمسين في المية. اهو. سهل يا ولاد. سهل. طيب بسم الله. حد عشر. من خلال الجدول المقابل ما التركيب الصلغي للفرض لقم واحد. تعالي لي? سؤال جماعة حلو. اوي اوي اوي. بص اولاد. صلى على النبي. عليه الصلاة الصلاة. صلى على النبي عليه الصلاة الصلاة. بص يا دكتور. قال لك والله هنا اولاد المشيج الذكري يعني حضرتك الحيوان المنوي. فوق. وهنا الانثاوي يعني البويضة تحت. وهنا جماعة نوايتك في الجدول. خلاص? حلو. بص يعني السؤالات. هنا اول فرض هو. ايه كابتل ايه كابتل? بي كابتل بي سمول. ناتج من اتحاد حاجة هنا. حيوان مناوي. مع بويضة اي كابتل بي سمول. تعرف تقول الحيوان. سهل يا دكتور. ما هو ايه كابتل عشان تدي ايه كابتل ايه كابتل? يبقى اكيد اكيد الحيوان كان ايه كابتل. صح كده? حلو. وبي كابتل بي سمول? واخدا من البويضة بي اسمول لي باخدفنا الحيوان. بي اللي بقى دكتور الحيوان الاول ده هو اي كابتل بي كابتل. سهلة? حلو خلص. طيب تعال. قالك هنا الحيوان اي كابتل بي سمول. والبويضة اي كابتل بي كابتل برضو. يلا بسم الله. اي كابتل مع اي كابتل? اي كابتل اي كابتل. طيب. بي سمول مع بي سمول بي سمول. منتاز. طيب تعال هنا ولاد. معي الفرض الناتق. اي كابتل بي سمول. والبويضة اي يبقى الحيوان عامل ازاي? قدل ايه كابتل ايه? جاي من البوايدة. يبقى الجاي من? الحيوان اه. خلاص? والبي سمول جاي من ايه? من البوايدة. يبقى دكتور الجاي من? الحيوان. ها. سهلة? طيب. تعال كده اجرب. شوفوا اعملها صحة ولا لأ? مع ايه سمول بي سمول. يبقى دكتور ايه كابتل? اهي. بي سمول اهي. تمام? ممتاز. طيب. بصا ولاد. هنا جماعة معي الفرض ايه كابتال ايه سمول بي سمول ده يا جماعة ناتج عن اتحاد الحيواني ده هو مع البواضة ده ايه انا محتاجة اجيب دي محتاجة جدا يعني هجيبها ازاي سهلة ما انت عندك هنا كائن حي ناتج من اتحاد دي مع دي الحيوان ده مع البواضة دي طيب ايه كابتال ايه سمول جاب من هنا ايه كابتال اللي بقى دكتورة البواضة كانت ايه سمول وجاب من هنا بي سمول بي سمول يبقى هنا يا جماعة بي سمول بس خلاص جبت حضرتك المشيج اللي هنا. كمل باقي الجدول. سهلة سهلة جدا. يلا بسم الله. ايه كابتل مع اسمول? ايه كابتل اسمول? بي كابتل مع بي سمول? تمام. يلا جماعة اللي هو عايزة رقم واحد. هنعملها ازاي يا ولاد? اسمول بي سمول? مع اسمول بي سمول. يبقى? مع اسمول بي كابتل. يبقى دكتور ايه? اسمول اسمول بي كابتل بي سمول. ها صعبة? طب هات الاخيرة يلا? اسمول بي سمول مع اسمول بي سمول بي سمول. يبقى دكتور. حلية الجدول كله حرفيا اللي هو عايزه بقى قوله. زي ما انت عايز. بقول لك بقى حج. قال لك والله يقول لي التركيب بتاع الفرض رقم واحد اهو. اسمول اسمول بي كابتال بي سمول. اسمول اسمول بي كابتال بي سمول رقم كم يا دكتورة? رقم الف. تمام? ممتاز جدا. طيب. سؤال الثاني عشر ولا بسم الله الرحمن الرحيم. في ضوء ما درسته ما وجه الشبه بين الحيوان المنوي والبويضة في الانسان. تعال نشوف. حضرتك ده مشيج مذكر. ده مشيج مؤنس. ماشي. كلهما يحتوي على اربعة واربعين كروموسوم في اشر. ده يا دكتور ده نون. ودي نون. يعني ده تلاتة وعشرين كروموسوم. اتنين وعشرين زائد اكس او اتنين وعشرين زائد واي في الحيوان. والبويضة اتنين وعشرين زائد ايه? اكس. يبقى دكتور اللي اتنين فيهم تلاتة وعشرين مش اربعة واربعين. كلهما يحتوي على تلاتة وعشرين كروموسوم جسدي? فشر. يحتوي على كم? اتنين وعشرين جسدي. اتنين وعشرين جسدي. اتنين وعشرين جسدي. واحد جنسي. يبقى دكتور الرقم ده غلط. اتنين وعشرين. اكتب التصحيح جنبها. طيب. كله هما يحتوي على اتنين وعشرين كروموسوم جسدي? صح. صح. اهو? يبقى جيم صح. كله هما يحتوي على زوج من الكروموسومات الجنسية? لا. يحتوي على كروموسوم جنسي واحد بس يا ولاد. لو حيوان عشرين زائد اكس اهو اكس واحدة بس او واحدة بس والبوايضة اتنين عشرين زائد اكس دايما يا جماعة يبقى دكتور كروموسوم جنسي واحد بس مش زوج طيب ثلاثة عشر متكرر يا جماعة سؤال سهل جدا من الجدول المقابل ما التركيب الجيني للفرد سينت علال الانجات بحير بسم الله كنا هناك قريب يعني بصؤالات هنا حلوين اي كابتل بي كابتل حيوم ما انا مع اي سمول بي كابتل يلا اهو جوز دول مع بعض يبقى دكتور اي كابتل اسمول وايه بي كابتل بي كابتل طيب هنا جماعة فرض النتج عبارة عن ايه اي كابتل اسمول بي كابتل وهنا ولاد اي سمول بي كابتل يبقى دكتور الاسمول جاي من هنا يبقى اللي كانت هنا اي كابتل وهنا جماعة البي كابتل اهي يبقى اللي هنا بي سمول حلو خلص طيب بصوا دكتور هنا حضرتك الحيوان وهنا جماعة الفرد تعرف تجيب لي البوايضة اعرف حضرتك هنا اي كابتل آمول بي كابتل بي كابتل. اللي بقى هنا اولاد? اسمول بي سمول. ها. صعبة? لأ. طيب سيني اسمول بي Olive نعرف? نعرف. هنا جماعة اسمول بي سمول مع اي كابتل بي سمول. ليبقى دكتور اي كابتل? اسمول. هاة. بي سمول بي سمول. صعب ياولاد? ليبقى دكتور و I ا Situation بي سمول بي سمول. رقم. رقم رقم دائل. اه Monters. والسؤال الرابع عشر. بسم الله. من نسبة المحتمل اولاد للازهار الكرموزية يعني الحمرة. النتيجة من تهجين نبات بازلاء يحمل ازهارا كرموزية هاجين يعني رمزه كام? تركيبه عمل ازاي اولاد? كرموزي هاجين دي يعني ايه? ار كتل ار سمول. مع اخر يحمل ازهارا بيضاء. ها? لازم اقول لك نقية? لا هي كده كده نقية لانها دكتور صفة متنحية ها? ار سمول ار سمول. حلو. هاتل يلا الجاميطات. ار كابتل ار سمول وهنا ار سمول. يلا يا دكتور جاوز. ار كابتل مع ار سمول. ار كابتل ار سمول. ار سمول مع ار سمول. ار سمول ار سمول. يبقى دكتور الكرموزي كان في المية? واحد من ضمن احتمالين? يبقى حضرتك خمسين في المية. في حاجة صعبة? في حاجة مستحيلة? لا. اللي مزاكر ان شاء الله وسمعنا معنا عن منصة خلصة. طيب. خمش عشر. اي من الصبغان يا ولاد? اكس واي? ركز بقى? حضرتك عارف ان ده بتاع البنت اللي بيجيب بناتهم. ده اللي بيجيب ولاد. يوجد به اكبر عدد من القواعد النيتروجينية والجينات وما تفسير ذلك. ده يا جماعة السؤال صراحة. يعني عايزت خير الحبة? معلش هرجع لك شوية? يلا حاجة. بص اولاد. هو حضرتك شايف اكس? عامل ازاي? كبير. طويل. شايف اكس? طويل. شايف اكس? طويل. طيب. واي عامل ازاي? صغان طب بالنسباله. ده اكس? ده واي جنبه. يبقى ولاد. مش ده كروموسوم اه? وده كروموسوم اه? يعني ايه? يعني يا دكتور ده عبارة عن دي ان ايه? زي بروتين. يبقى يا دكتور الكروموسوم الطويل اللي هو اكس في دي ان ايه اكتر ولا اقل? اكتر. صح كده? يبقى جماعة الجين او الكروموسوم يا ولاد اللي فيه قواعد نيتروجينية اكتر هو اكس ولاي صواي. يبقى دكتورة اكس هيكون فيه قواعد نيتروجينية ولاد اكتر من واي لان اكس يا جماعة هيكون اكسر طولا. يبقى ولاد اللي فيه اكتر هو اكس. تقول له كده يحتوي على قواعد نيتروجينية اكثر من واي. ليه? التفسير تقول له حضرتك لان اكس اكثر طولا من واي. الدلالة تقول له دكتور اذا يحتوي على كمية اكبر من دي ان اي بلس البروتين. تمام? تمام. طيب. ست عشر بسم الله. في استيادة تم يا ولاد. ركز بقى ده يا جامعة القانون بتاع مندل. تظهر الصفة الوراثية المتناحية. ركز كده المتناحية. بصورة دائمة دائمة. يا دكتور كلمة دايما جميع كل. اشك في نفسي. الجابة احتمال كبير جدا تكون غلط. طيب. في افراد الاجيال النتيجة. يعني يا جماعة دايما بتظهر صفة متناحية. ايه الدليل? هل احنا قول له كده? لا. ده قلت لحضرتك لما تجوز في قانون مندل الاول. ار كابتل ار كابتل. مع ار سمول ار سمول. هنا يا جماعة ار كابتل جميط وهنا ار سمول جميط. يطلع جماعة اف وان كله ار كابتل ار سمول. يعني ايه? يعني حضرتك الصفة السائدة السائدة. بدسود في افراد الجيل الاول بنسبة مية في المية. طيب والمتناحية صفر مش موجودة. يبقى دكتور اللي عبارة عندي عبارة غير صحيحة. ايه التفسير? تقول له حضرتك في قانون مندل الاول? عند تزاوج فرضيني نقييني احدهم يحمل الصفة السائدة والاخر يحمل المتناحية تكون افراد الجيل الاول كاملا تحمل الصفة السائدة بنسبة مية في المية. طيب. وعند تزاوج افراد الجيل الاول باعتبارهم اباء في الجيل التاني بي اتنين. ار كابيتل ار سمول و ار كابيتل ار سمول الجميتات ار كابيتل و ار سمول ار كابيتل و ار سمول يصبح الجيل التاني يحتوي على ار كابيتل ار كابيتل و ار كابيتل ار سمول و ار سمول ار سمول تظهر الصفة المتنحية دكتور بنسبة واحد الى ثلاثة. يبقى جماعة متنحية تظهر في الجيل التاني كمان في الصفات المندلية بالنسبة واحد تلاتة يبقى جماعة ما تظهرش على طول خلاص يبقى دكتور تقوله العبارة غلط وتفسر وتكتب الامثلة وتوضح له انك فاهم يبقى دكتور العبارة غير صحيحة لانها جماعة في مبدأ السيادة التمة في قانون مندل الاول يكون جميع افراد الجيل الاول يحملوا الصفة السائدة بنسبة مية في المية ولا وجودة وجودة للصفة المتنحية اما في الجيل الثاني تظهر بنسبة واحد لثلاثة تمام ده ولا بالنسبة لي اختبار شامل على الفصل الاول بالكامل ان شاء الله تكونوا استفدتم واستمتعتم ورجعتوا على الفصل بالكامل وحلتوا معنا المسائل وتكونوا يعني هضمتوا الفصلة كده بالكامل تأكد ان انت سمعت المحاضرتين بتوعنا على اليوتيوب موجود الشرح شباب بالتفصيل وكمان الحل على المنصة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته